اشنو هو الحل الحل هو قلنا بنحافظه على القطيع دينا الصايد الوطني باش نحافظه عليه ما يتدبعش خسنا نجيبوه ما ناكلوا فات ست شور من بره هاد 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 هي هي المعادلة وهذا هو الحل ودونك بديناه من اللي بديناه باش اكاستيون ده فاشال ما فهذا لا رغشنا نكونوا واقعيين غالي على الصعيد العالمي من اللي كي يجيبوه ما كيهبتلك اشتامان كين كين الاستيرات ولكن غالي يتمى تهوى نفس العملية لا في اوروبا ولا هدا علش مشينا الاسواق الاخرى وبشينا حتى الاستراليا حتى هذا وخاب عادي تسيطرة لاننا خسنا نمشيوا للسوق ما ننقوش على السوق واحد اللي هي ديال اسبانيا ولا ديال الفرنسا واحده همارهم كي يجيبوه من هاد الاسواق اللي احنا كنجيبوه منها دونك جا دخلوا واحد العادات راحنا دابات تقريبا في 18 راحنا نوصلوا لعشرين اللي اللي دخلات بهذا الشي اللي جاي وهذا الشي اللي يدخل البرازيل دخلات الفين وثمينمائة هذي واحد الاسبوع والعشر ايان باش دخلت واللي اول شو احنا وغير نستغل هالفورصة غير باش نقول هذوك الناس اللي كانوا كي يقولوا باننا الابقار البرازيلية دخلات نهار قبل ما نكملوا الاجتماع راح اعطاوه هدا غير باش نقول بان هذك الشي مغالطات وما يمكناش نتقوم بهذا المغالطات على واحد الموضوع اللي هو اساسي ديال بلادنا من تنمو احنا كنجري وعاد دخلات اليوم وبين تلقاها دونك هذي ديال البرازيل ونجاوبكم على سؤال ديالكم هو من الاصناف الممتازة هذ الصنف اللي جا اللي هو اسميته بالضبط نيلور هذا البرازيل كتنتج بانه مئتين وعشر الف مليون رأس اللي كان وكيتصدر على الصعيد العالمي الولايات المتحدة اوروبا الصين على الصعيد العالمي وعنده يعني مميزات جد مهمة هو ما كيتعلفش كيمشي يرعى في المراعي وكذلك الجودة ديال اللحوم دياله معروفة وممتازة وكين واحد الكروازي هذا كي يكون تلقيه دياله مع انغوس اللي هي معروفة اكتر بالجودة ديالها فالبرازيل كتصدر مليون رأس سنويا على الصعيد الدولي وكتصدر زوج فاصلة اربعة مليون على شكل لحوم يعني مذبوح دونك هادشي هادشي اللي تقال وهذاك شي اللي كان في الفيديو را مغالطات مغالطات والسلامة الصحية كذلك را ما يمكنش ندخلوا للبلاد شي حاجة را اصعب سيستام اللي كان النظام اللي كان هو ديالنا دونك هادشي كنشوفه قبل ما يدخل الابقار كالمسار ديالها الاطباء البلاتيرا ديال لونسا مشوه حتى الثماء وجاوا الهنايا كيتبعوهم انا بغيت نشوف هالبيطاري اللي كي يقول شي حاجة اخرى والتحالي الكادر والهال المواضيع وهذا الشي ارى انهار اللي كتكون شي حاجة في البلاد بدي سبل الامراد را كنقولوها راه الالارث كتكون تكون نالخت دونك هادشي ما يمكن على ابقار الجنون واشا المنظمة العالمية اللي غادي سكت لو كان كينا هادشي ما ما نبقاش نقولو شي امور وهذا الشي اللي كي يداول ربما كاي الناس اللي عندهم غير معلومة غالطة ولكن اللي كيدير ذاك المعلومة نعرفناش يكون هو دونك هادشي غير باش نكونو يعني واضحين في هاد الامور وباش المواطنين يكون متمائنين بان هادشي جودة وسلامة صحية ما فيها اي اي شك ولماذا ماشي بأوروباراني جودة أوروبا غالية وما بادخلنا من أوروبارا ماشي غير بهذا الشي رابع عشرين الف تقريبا يلا الفين وثمين مين اللي ادخلت من برازيل رابعشي الاخور جاي من اسبانيا وجاي من فرنسا ولكن كيجيب شوية لنا غالي دونك بغينا احنا بغينا الحاجة اللي غادي تأثر على الاتمينة وهذا الشير غادي يبدو كاين واحد تلتلاف خورا اللي داخلها غادي اضطر على الاتمينة ان شاء الله نتمنى والله هادارها ديجا هادا اللي دخلت ديالا الفين وثمين مارا كيبيحها بخمسة وستين سبعة وستين درهم من الخروج من المجزارة اشتركوا في القناة